لما رئيس السيسي طلع وقال نعم لدينا أمور لابد أن تصوب في الخطاب الديني لعالم كله تناقل الجملة دي عن رئيس السيسي وعلى فكرة عايزة أقول لحضرتك حاجة مش لازم رئيس دولة من دول العالم الثالث أو رئيس دولة في إفريقيا يبقى مشهور في أوروبا وأمريكا مش لازم لكن الجملة دي أعتقد أنها خلت المثقفين والناس لما تيجي تحضر نادوة بره كده وتتناقش مع الناس يقول لك حتى رئيس مصر قال لابد من مراجعة هذه الأفكار إذن هو اعترف أن هذه الأفكار موجودة ده بقى هنا المجتمع الدولي يحترمك لذا كتحاولش تلف وتدور حولي المشكلة الخطاب الديني الإسلامي فيه مشكلة نعم حضرتك لو قلتنهم عكس كده هيقول لك طيب ممكن تفسر لي يعني إيه هو بيقتل بيقول الله أكبر هقوله ده صحيح بيحصل زي ما بيحصل في ألمانيا أنه فيه عنصرية وناس بتقتل لمجرد الشكل واللون ده موجود زي ما وجود في أمريكا أنه فيه ما زال حتى هذه اللحظة السود وأبيض وبيحصل نزاعات وبيحصل جرائم قتل نتيجة هذا الأمر زي ما في أمريكا بيدخلوا ناس معهم سلاح أنتوا عارفين في أمريكا يجوز للجميع حمل السلاح ده حق من حقوق المواطن وبالتالي العملية مش منضبطة فتلاقي مواطن أمريكي مخ طاير يدخل على مدرسة يضيع اللي فيه طبعا حضرتكم أكيد سمعتوا كتير جدا عن أحداث بمثل هذا الأمر حوادث مجتمعات وبيحانا واقص لا مش المجتمع العربي بس ولا المجتمع الإسلامي بس لا التطرف موجود في كل مكان أنا بفكر حضرتكم بالشهيدة مروى الشربيني اللي قتلت في محكمة ألمانية أمام القاضي أثناء الجلسة وقتلها ليه لمجرد أنها محجبة قتلها عنصري تعانها 13 طعنة رحمة الله عليه عنصرية عنصرية التاريخ الألماني طبعا ألمانيا دلوقتي دولة متقدمة ولها شأن كبير التاريخ الألماني أيضا تاريخ به كثير من هذه الأمور والألمان والفرنسويين والناس الشعوب المتقدمة دي بتكسف أحيانا من الكلام دوا إذن نحن لدينا مشكلة نعم دا قوة بقى الخطاب دا قوة من يمثل الدولة المصرية وسنعمل جاهدين على تصحيح هذا الخطاب هنا العالم يحترمك لكن الجملة دي كان يجب تسويقها بشكل كبير بشكل يفهمه المجتمع الأوروبي ما فيش شك إن إحنا شكلنا حلو الشكل المصري الخارجي والسياسة المصرية الخارجية أعتقد أنها مرضية إلى حد كبير وإن كان يعني فاتنا كتير قوي لكن رجعين